الملك السعودي وفي إعطائه صورة لا تشابه إلا ثقافة القرون الوسطى في حكمها خنق الحريات وحارب الدين باسم الدين هو إذا لم يستطع إصلاح وضعه الداخلي في أسرته فعليه أن لا يتحدث عن ما يحل بالأوطان وما يحل بجيران الدولة التي يحكمها يدخل جيش السعودية ليهجم ويغزو بلد البحرين ثم يقوم باسم الدين والعروبة والقومية والإسلام بتسوية عشرات المساجب بالتراب بينما يتحدث عن النخوة العربية وعن الإسلام وعن الشهامة والحفاظ على التقاليد فهو يأسر ويحبس بناته الأربع ويمنعهن من رؤية أمهن ويضيق عليهم ويمارس كل الضغوطات لقد أطلقت صرخة من بناته ومن طليقته مؤخرا تكشف وتنبئ عن المستوى الهابط واللا أخلاق الذي وصل إليه الحكم السعودي ليس فقط في التعامل مع الشعوب وفي التعامل مع الأوطان الجارة وإنما في التعامل مع الأرحام ومع الأقارب ومع الأهل فهكذا نموذج لا يشرفنا في التواصل معه وهكذا نموذج سيقاومه البحرانيون حتى يطردوهم من البحرين وتتحرر البحرين لينعم البحرانيون بسيادة بلدهم وليعم الأمن والسلام في بلادهم فما دخل أمثال هؤلاء وتدخلوا في قضائهم إلا وحل الدمار والخراب كما نشهد ذلك في البحرين ونشهده في اليمن ونشهده في لبنان ونشهده في العراق ابتعدوا عننا لن نتواصل معكم وأنما سنقاومكم حتى ننال كامل حريتنا محباً لحفرين في العراق ترجمة نانسي قنقر